أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بعشرين سيارة إسعاف إلى موقع حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم بمحطة قطارات قليوب المحطة وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاء بالإضافة إلى إصابة 16 مواطناً بينهم ثلاثة مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث وتلاثة مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصية بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالاتهم الصحية مشيرة إلى أن باقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة